انتهاكات حوثية مستمرة لم تتوقف يوما عن خرق الهدنة الاممية التي تحاول الصمودة في وجه ميليشيا الحوثية الارهابية التي تقف حجر عثرة امام حلول السلام تلك الانتهاكات كشفت وجه الميليشيات الحوثية امام الرأي العام اليمني والدولي حتى في اوساط عناصرها بعد ان تأكد وقوفها ضد جهود التهديئة واحلال السلام الذي ينشده اليمنيون رفض الميليشيات ليفاء بالتزامتها برفع الحصار عن محافظة تعز لم يكن مفاجئا فهي دابت منذ نشأتها على الانقلاب على الارهود والمواثيق وانتهاج سياسة العقاب الجماعي بحق المدنيين واتخاذ الملف الانساني مادة للتضليل والابتزاز والمساومة ولا تزال الميليشيات الحوثية ترفض كل حلول السلام واي خطوة لتخفيف المعاناة عن كاهل اليمنيين بسبب انقيادها خلف المشروع الايراني التدميري الذي يستهدف اليمن أرضا وإنسانا وهوية نحن نشغال هنا على الخط في العبارات وقعنا طائرة الصباح تمشي وضربت الموقع على التحت بعدين نقل هنا ضربنا البوكلين هذا اعتقدنا بأمان الله تعملك وقعت الطائرة تضرب لك البوكلين التانكي حق الودروليك والتانكي حق الماء والزقاقات الجنزير البكات والتملكة يعني المعدة ما أناش قادر أننا بعدها قادر أصل لها القوات المشتركة في الساحة الغربية حذرت من استغلال الميليشيات الحوثية للهدنة لتعزيز حشودها من المقاتلين والسلاح والعتاد لجبهات القتال في محافظتي مارب وتعز ومضاعفات عملية تجنيد الأطفال إضافة إلى إدارة الأنشطة التخريبية لاستهداف قيادات الدولة والقيادات الأمنية والعسكرية والسياسيين والإعلاميين بالتنسيق والتعاون مع الجماعات الإرهابية لإرباك المرحلة وزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة ووجهت برفع مستوى الانضباط والجاهزية للتصدي الحازم لأي تصايد ورفع مستوى التنسيق والتعاون مع سلطة المحلية والأجهزة الأمنية للحد من الاختلالات وتثبيت الأمن والاستقرار للمواطنين